مساء الخير مساء الخير فوز آخر بالنسبة للإنتر فارق 15 نقطة على يوفينتوس كيف تشعر بشعور جيد كان فوز نريده وأيضا مع معاناة مع جنوة الذي قدم مباراة جيدة ولكن حصلنا على فرص لكي نسجل هذا الثالث ولم نسجل بالتالي علينا دائما أن نكون داخل المباراة عانينا مع بعض ولكنني راضي على الأداء ما أولى الشيء الذي لم يعمل بشكل جيد بعد هدف جنوة شاهدنا إنتر يحافظ على نتيجة الاثنين واحد بدل مسجل هدف الثالث نعم لعبنا مباراة كثيرة جدا هذه المباراة الخامسة الأربعاء لعبنا مباراة قوية جدا مرهقة مع تالانتا ومباراة في دور الأبطال اللاعبين عانوا مع بعض ولكنني سعيد في هذا النصر هل في النهاية أنت راضي على الأداء بالنسبة للليلة؟ نعم بكل التأكيد مع أولئك اللاعبين الرائعين دائما يقدموا لي إرضا تام ما مد أهمية عودة تورام للفريق؟ عاد تورام واتشيربي والآن ننتظر اللاعبين للآخرين ولكن الأهم هو دائما أن يلعبوا بهذا التركيز وهو مباراة القادمة بولونيا اتلاتيكو مادريد ونابولي هل هي فترة صعبة للإنتر؟ نعم تلدينا ثلاثة مباريات بولونيا اتلاتيكو ونابولي قبل التوقف وهذا يتطلب مننا الكثير من الطاقة لكن علينا أن نحضر دائما على أفضل ما يمكن خارج الملعب نشاهد جميل الإنتر يحتفلون ليس فقط على هذه المباراة ربما بالفوز بالموسم لا نستطيع الإنتر فازها بالموسم لا 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 يزال هناك 11 مباراة 33 نقطة خلال شهر قمنا بعمل عامل رائع بديت تدليل الفارق ولكن ندرك بأن 11 مباراة لازل الوقت مبكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا